جميل أريد أن أسألك أيضا على خلال تواجزك في باكستان أريد أن أذهب حتى إلى صحيفة ألمانية تحدثت على موضوع الاعتدال ويعني الحرب على الإرهاب من منظور سعودي ولكن حينما كنت أنت سفير باكستان تداولت وسائل الإعلام باكستانية وكان هناك حملة في المنطقة منطقة السند دعنا نقول حتى ولو كان اسم قديم على السعودية بأنها منعت ستة ألاف حاج صيني كانوا يريدون الذهاب إلى المملكة عبر باكستان هل هذا الكلام صحيح؟ اشرحنا القصة بتفاصيلها صحيح حدث هذا سار ولكن ما نمتأكد من العدد هم أكثر لكن ما يحدث أنه لم يكن لنا علاقات مع الصين وكان المسلمين يأتون يتمنحهم باكستان تأشيرات ويأتون من قمم الجبال ليصلون إلى سفارة المملكة العربية السعودية في إسلامباد وتمنحهم التأشيرات للذهاب يأتون بدري يعني يجون في رمضان تقريبا ففعلا جانا عدد من بعد أن فتحنا سفارتنا في الصين وبعد أن صار في علاقة سعودية الصينية وفتح سفارتين في البلدين احتجت الحكومة الصينية أو طلبت من الحكومة السعودية عدم منح الحجاج للأسف أنهم وصلوا إلى باكستان يعني ولديهم تأشيرات قانونية في باكستان وكما تفضلت كان في حملة إعلامية تعاطفا مع الصين المسلمين أنت تحدث عن عدم موجود علاقة بين السعودية وصين سابقا إيه وفي وقت السابق ما كان فيه فكانوا يضطرون أنهم يجون إلى باكستان لأنه ما في ممثلية تعطيهم فاستمر بعضهم ب استمروا إيه ولأن يعني كان وقتها دوب السفارة يعني وكان هما أقرب لباكستان فيأتون إلى باكستان ويذهبون إلى مملكة المقدسة ومعظمهم كبير في السن فصراحة تعاطف الديني طغى على تعاطف السياسي بيني وأنا وزملائي في باكستان وحاولنا أن نوظف هذه الحملة لمصلحة لأنهم كانوا أمام السفارة بعضهم توفى في باكستان لأنهم كبار في السن وكنا نعطيهم الفطور لأنهم في الشارع ونطلب السفير الصين يجي يقنعهم وكلما أجاه ما يخلوني يذكرون الكلمة الله هو أكبر الله هو أكبر ولا كلمة يقدر يقولها فبالتالي استطعنا يعني أن نقول يا سعاد السفير الصين هذه الحملة يعني لا تقبلها ولا نقبلها يعني نحرمه أنت وعطيتهم باكستان عطتهم تأشيرات وبالتالي هذا إحراج للمملكة أنه يكون فأرجوك أن تحصل على موافقة من حكومتك يعني استغلينا للواقع وظفنا الحملة لنحصل على ما نريد من موافقة الصينيين وفعلا في أنها يوافقوا الصينيين وتم منحهم تأشيرات وبعثت المملكة أذكر سمو الأمير سلطان الله يرحمه طيارات لأنهم تأخروا وأخذتهم إلى الأماكن المقدسة فكانت كان لها يعني الباكستانيين بحكم العقيدة القوية وبحكم تعاطفهم مع الصينيين وعلاقة الصين وباكستاني جدا ممتازة يعني فهذا أيضا ساعد أنه نحصل على موافقة الصينيين ومنحناهم التأشيرات بعد هذه الحادث طبعا أنتهى موضوع قدوم الصينيين عبر باكستاني للحج بطر أصبحت أن يكون مقريبة تتذكر متى كان 2006-2007؟ تقريبا في هذا التارير وبعدها الآن في ترتيب أنهم يأتون عن طريق الصين